السلام عليكم يا شباب في بعض الاحيان تنخفض سرعة الانترنت لبطاقة سيم في المنطقة اللي اعيش فيها بشكل غريب في مثل هذا الحالات باستخدام شبكة الواي فاي الروتر ونقطة اتصال في آن واحد يمكنني توصيل اجهزتي الرقمية الاخرى بالانترنت عالي الصرعة تدعم معظم حواتف اندرويد هذا الميزة يعني كيف يعني انت عندك انترنت في البيت الروتر وعندك انترنت الشريح سيم كارت تقدر تربطهم الاثنين وتستخدم سرعة الجهازين السيم كارت والروتر في آن واحد في وقت واحد يعني وتفعل نقطة اتصال بحيث تشارك انترنت عالي الصرعة كيف تفعل هذا الميزة على هواتف سامسونج طبعا اذا حاتفك مش سامسونج ادخل الديسكبشن الشرح في هواتف اواوي وشومي وغيره الشرح في الديسكبشن بالنسبة هواتف سامسونج في هذا الفيديو الطريقة راح بشرح لك خطوة بخطوة الطريقة جدا سهل كل ما عليك انك تروح او شي تفتح 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 الواي فاي البيانات العاتف نحن نشوفون الواي فاي وبيانات العاتف فالحين هنا ما اتصل بالواي فاي وايضا انترنت الشريحة السيم كارت اوكي الحين اضغط على اعدادات بعد ما تضغط على اعدادات انزل انزل بتحصل هنا خيار اتصالات اضغط عليها اوكي الحين انزل لتحت هنا بتحصل نقطة اتصال هاتف المحمول والتاقيد اضغط عليها بعد ما تضغط عليها هنا بتحصل نقطة اتصال الهاتف المحمولة فعل هذا الخيار بعد ما تفعل هذا الخيار اضغط على ايقاف التشغيل يتم تفعيل النقطة اتصال والواي فاي رح يختفي بهذه الطريقة الحين فعل هذا الخيار بعد ما تفعل هذا الخيار اضغط عليها حتى يعطيك العدادات الخاص به يعني بتحصل هذا الخيار اعداد اضغط عليها الحين كل ما عليك انك تضغط على المتقدم انزل لاخر شيء يعني بتحصل المشاركة عبر الشبكة الواي فاي مشاركة اتصال واي فاي الخاص بهاتفك بالاضافة الى بيانات الحاتف المحمول سيتم دائما يبقى هذا في وضع التشغيل في هذا التشغيل نقطة اتصال تلقائي فعل هذا الخيار بعد ما تفعل هذا الخيار اضغط على حفظ بعد ما تضغط على الحفظ الاحين الواي فاي معطل الاحين لو تشغل الواي فاي بإمكانك انك تتصل بالشبكة والانترنت الشريحة مفعل وتشارك الانترنت الشريحة والواي فاي الروتر في آن واحد الحين تجيب اي جهاز ثاني واتصل بالشبكة راح تلاحظ سرعة الشريحة السيم كارت والروتر في وقت واحد بهذا الطريقة راح يكون السرعة ضعف بهذا الطريقة تشارك الانترنت مع الاخرين ضعف باستخدام الواي فاي والشريحة السيم في وقت واحد وبش يا شباب هذا هو طريقة استخدام الواي فاي والهوت سبوت او النقطة اتصال في نفس الوقت على هاتف اندرويد اذا hes liked اضغط لا يمكنوا قناة اشترك مع نفس الزلun هش بها هذا هو الشرح الشرح بسيط كنت اوضح لكم او بس يا شباب مع السلامة شكرا